اشتركوا في القناة ووعد أيضا أن نحن نزلنا الزكر وإنا له لحافظون ولقد عرفنا في الحلقة الماضية ضياع أجزاء من بعض الصور بل ضاعت صورة كاملة من القرآن مجهولة الاسم ودرسنا أيضا لماذا لم تكتب آية الرجم في القرآن الذي بين أيدينا فهل تحققت هذه الوعود؟ خلينا نشوف الوعود بحفظ القرآن خلينا نشوف الكلام ده أهلا بيك أخي مالك أهلا أهلا بيك الحقيقة أنت صدمتنا للمرة الفاتت في الحلقة الفاتت لكن ياريت عشان الوقت الحلقة ما كانش مكافي فياريت نكمل في الحلقة دي في موضوع عرفنا أن في آيات كثيرة من القرآن ضاعت زي صورة الأحزاب وصور صورة زي صورة المجهولة الاسم والكلام ده كله ضاع كثير وآية الرجم عرفنا أنها ضاعت في تاني ضاع نحن نستعرض حاليا الآيات التي تقول المصادر أن كانت جزء من القرآن ولم تدوم بالقرآن لأسباب مختلفة التي يعتبرها المسلمين أو الروايات الإسلامية تعتبرها كانت جزء من الوحي ولكن غير موجودة نحن رح نمشي مع المصادر ونشوف إيش في عنده النصوص بتقول أني كانت جزء من الوحي ولم تدوم نبدأ مع نص نص عن النص الأول بيقول أن الله يقول أن أزلنا المال لإقامة الصلاة وإتاءة الزكاة ولو أن ابن آدم وادياً الذهب لأحب أن يكون له الثاني ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له الثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترابة ويتوب الله على منتاب هذا مصدره هذا النص مجموعة من الكتب الإسلامية فضاء القرآن الدر المنسور من ضمن الناس الذين ذكروا هالنص نول ديقي بكتابة تاريخ القرآن لماذا نحن نضيف نحن وعدنا المشاهد أن يكون الشاهد هو الشاهد الداخلي الشاهد من قلب الحدث من قلب الحدث ومن الكتب الإسلامية لا يكون لدينا مصادر خارج المصادر الإسلامية نحن نضيف حال إسناي هنا فقط اسم هذا الشخص نول ديقي لأنه نحن نذكر فقط مثلا ما رجعين فضاء القرآن والدر المنسور إذا نذهب إلى نول ديقي هو ممكن يذكر نول ديقي نول ديقي كاتب ألماني هو مستشرخ بالقرن الثامن عشر قاله كتاب تاريخ القرآن بالألماني ترجى فقط للغة العربية منذ سنوات قليلة كتاب موسوعي يعتبر من أمهات الكتب الاستشراقية كلاسيكي ما زال المستشرقين برجعونه لأنه بالأخير هو مرجع الصار ولكن تجاوزوا بأبحاث ولكن بقي مرجع ده بحث وكلام ده كله لكن برضو في كتب إسلامية بتؤكد هذا الكلام لما نسكن نول ديقي هو مولا ناخد مصدر من شخص أوروبي لا هو لأنه نول ديقي نحن نشير في الشاشة لمصدرين إسلاميات زائد نول ديقي فنزائد نول ديقي نول ديقي أحيانا بياخد عشر مصادر يعني هو ممكن يروح للتفاسير أيوة ممكن يروح لكتب الحديث يعني نفس الشخص بياخد من المصادر الإسلامية تماما هو ما عنده طغير مصادر إسلامية أو زائد المعاجم العربية فهو القائمة لما منحيل المشاهد إلى نول ديقي هو تشجيع لأنه إذا كان عنده شك للحظة من الحظات أنه فقط موجود بمصدرين نول ديقي ممكن يجيب له عشر مصادر له هالنص وممكن يكون يجيب له أكثر زائد أني أحيانا نول ديقي بيقدم له قراءات تانية موجودة له هالنص يعطيه كل هالنص موجود بهالعشر مصادر يعطيهم بحزافيرة مع الفروقات فاستعراضه بتلفزيون يعني أمين في البحث جدا فاستعراضه بتلفزيون ممكن يكون متعب لو رحنا على هالنص وحاولنا نستعرضه مع نول ديقي خطوة خطوة مع مصادره يعني يمكن تأخذ احتمال حلقة هالنص فنحن حتى نخلي المشاهد ياخد الزبدة وما يستهلق وقت كتير في التركيز على التفاصيل الصغيرة المشاهد اللي بيحب يتابع أكتر بيروح نول ديقي وبشوف احتمال عشر مصادر واحتمال بشوف الفروقات بين كل نص ونص فهذا هاد جمالية اللي حالة هون في هالحالة فقط نول ديقي الكتاب ده مترجم بالعربي العربي من حسن الحظ اللي ترجم للعربي قول اسمه تاني طريق القرآن تيودور نول ديقي من حسن الحظ مترجم للعربي هو كتاب كلاسيكي بحث في طريق القرآن وما زال يعني هو مرجع عند كل المستشرقين صحيح ان انتجاوزوا بأبحاث جديدة ولكن بقي مرجع يعني له أهميته انه هو رائد لأبحاث الحديثة الجريئة ولكن بنفس الوقت النزيهة والموضوعية النص هذا اللي موجود بين ايدينا في عنا رواية بتقول انه هنا لما كان المسلمين كان يروحوا لمحمد هي الرواية منسوبة لشخص اسمه أبي واقد الليثي بقول انه لما كان يروحوا لمحمد أبو الواقد ايه أبو واقد الليثي أبو واقد الليثي هذا الشخص كان يروح لمحمد ففي مرة من المرات بقول انه علمنا هاي هاي الآية وهالآية بيقولوا انه علمنا ايها ولكن بنشوف انه ما موجودة في القرآن عنا النص يعني هذا موجود بفضاء القرآن لأبي عبايدة خلصنا من النص الأولاني عشان انا عايز اضيف جسئية معينة اللي هي بتقول ولا يملأ جوف آدم إلا الطراب أنا أكد هذا لما كنا مسلمين كان الكلمة الجملة دي بتتقال على أساس انها مثل الحجة أمي كانت بتعلمها لنا ما قيم لاش جوف آدم إلا الطراب أنا أكتشف دلوقتي ان دي كانت آية في القرآن ماهوش مثل بلدي من الأمثال الشعبية دي مشكلة أنا بوجه لأخواتنا المسلمين هذا السؤال الآية اللي قالها الأخ مالك ما كانتش مثل شعبي لا دي كانت آية في القرآن بس ضعت دي المشكلة تفضل النص الثاني هذا مروي عن أبي موسى الأشعري بيقول النص أن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن الابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الطراب ويتوب الله على من تاب تقريبا هو مشابه لأبلو بس مقدمته مختلفة وهذا الموضوع أني أبي موسى الأشعري بيقول أن هذا النص موجود في صورة شبيهة بصورة التوبة يعني كده بالقريب بشكل كده موجود أن صورة شبيهة بصورة التوبة نزلت ثم رفعت الله أنت لاحظتي هنا هنا كمان عنده رواية بتقول أني عنده في صورة بحجم صورة التوبة ثم رفعت نحن ما عنا صورة مجهولة غير وحدة هنا في صورة مجهولة في صورة تانية ايه رفعت طب نزلت ليه أصلا عشان ترفع فنحن إلى الأمانة فما ذكرنا صورة مجهولة ثانية فقط ذكرنا وحدة لأنه قال رفعت ووضعنا فرضية أنه رفعت من جانب محمد نفسه فأني تم شطبه من البداية كناسخيا على هالأساس فنحن ما حطنا صورة مجهولة رابعة فنحن كررنا هالنص لنحيل أنه فيه احتمال في صورة رابعة رفعت ولكن ما قالنا حيسية الرفع ليش طب أنا هسأل المشاهد إذا كانت فيه صورة نزلت ثم رفعت طب أصلا هي نزلت لي عشان تترفع ده سؤال شكرا صورة كاملة في عنا كمان نص ثاني نفسه هالتين ولكن مكرر نفسه أنا فقط أقول هذا النص مثل قبله اللي ذكرناه ولكن ما قالت سياق أنه نتيجة نصه رفعت إجا بروايات لناس آخرين منذ أي سياق هذا الثاني ولكن صيقته مكررة هذا النص اللي الواديين هذا اللي نحن نذكرنا منه صيغتين أيوه واللي قلنا فيه اختلافات أيوه وينما كان وجوده أن يجل حاله أو جزء منصوره رفعت هذا النص بالمصادر أنا تقريباً تسع صياغ تسع روايات واختلافات تخفيفة أيوه بس نفس المضمون هو هو فإذا لدينا تسع الصياغ وعلى الأقل كل صياغ موجودة بمصدرين ثلاثة فنحن معتا عنا يعني عشرات المصادر تطرقت إلى آية الواديين اللي هي بتاعة الوادي دي نعم هل هي طبعاً استعراض تسع الصياغ بيستلخ واختلا ما في حاجة إلو كونه نصرنا نارف النص يعني مثالين أخذنا من أصل التسع مروح للآية الثالثة آية الثالثة كمان هذه الآية الثالثة حسب رواية عند فضاء القرآن لأبي عبيد أن هذه الآية كان موجودة في مصحف عائشة مقراءة مختلفة آية مختلفة آية جديدة في مصحف عائشة أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى بس دي آية في القرآن لا مو بها السياق مو بنفس الشكل أيوة يبقى في زيادة في اختلاف آه أيه والاختلاف أني كنت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى أي هي دي زيادة في المصحف ودي كانت موجودة في مصحف عائشة هذه المصحف عائشة مسكور هذا المصدر هذه آية متفردة فيها عائشة وهذا يجب أن نسأل لماذا عائشة تفردت بهذه الآية يعني تركيز الذين آمنوا صلوا عليه وصلوا متسليما هل يترى أي حقيقة أم قررت عائشة الضيفة من وجهة نظر أن هي الصح ما في رابط وخصوصي يقولوا على الذين يصلون صفوف الأولى يعني ما كتير واضح الرابط فيها فهل يترى إضافة أو ابتكار من عائشة ممكن تكون ولكن المصادر الإسلامية بتوردك كنص بتقول أن هذا كان موجود في مصحف عائشة مصحف عائشة وأن هذا نص آية قرآنية وحي أسقط من القرآن الحالي يبقى الآية دي بالذات قلها من فضلك تاني أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون أصفوف الأولى يعني نفس هذه الآية موجودة المفسرين بيقولوا أو الكتاب المسلمين بيقولوا أن دي كانت موجودة في مصحف عائشة وأسقطت من القرآن وهي أهميتها أني فيه هنا أهميتها تأتي أني أسقط من القرآن الحالي النص البعده جاي من دول راوي محدد ولكن من الآيات التي أسقطت من القرآن نص قصير لا ترغبوا عن آباءكم فأنه كفر بكم هذا النص القصير يعني هذا بذكرنا شوي بآية الرجيم ولكن هو جاي بشكل أقصر وماله يعني أي حالات بيقولوني هذا النص أسقط من القرآن رواية موجودة عن فضاء القرآن في فضاء القرآن ممكن تقولها تاني لسه لا ترغبوا عن آبائكم فأنه كفر بكم بس كم دي بقى مش موجودة فضاء القرآن موجودة بيقولوني كان موجود الآية دي لكن دلوقتي هي مش موجودة في المصحف تماما النص الخامس مجموعة من نصوص هذه الرواية بيقول أني مرة عمر راح لعند عمر أبو الخطاب راح لعند أبد الرحمن بن عوف وقال أني سمعتها الآية جاهدوا كما جاهدتم أول مرة يعني أنا سمعني هيك آية سمعني أنت فعلا معي فبيقول له أبا عوف أنها مما أسقط من القرآن يعني هذا شيء ما ما يكتب ضمن اللي أسقطوا من القرآن الآية اسمها إيه؟ ما لات اسمية جاهدوا اسمها بالبيول جاهدوا كما جاهدتم أول مرة دي كانت آية أسقطت من القرآن فهذا موجود طبعا بفضاء القرآن لأبي عبيد ودر المنثور طبعا القارئ اللي بدنا شوف يعني مراجع كثيرة وإحالات لغوية كثيرة يروح النولدقين مئتين وتساطع عشر عنها الآية خمسة كمان نفس اللي عمله ولكن مكررة في مكان آخر في صيغة تانية الآية اللي نحن قرناها بتقول كانت العبلة جاهدوا كما جاهدتم أول مرة هاي الآية خمسة الآية خمسة في مكان تاني كمان موجودة نفسها ولكن بتوسع وجاه بفضاء القرآن لأبي عبيد ونولدقين شرح كثير عنها إيش بتقول هاي الآية أن الذين آمنوا وهاجروا واجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشر أنتم المفلحون والذين آووهم ونصروهم واجهدوا لعنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلموا نفسهم ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون الآية هو متوسعة لقبلها إيش ملاحظ فيها أن الشق الأول بيمدح الذين آمنوا وهاجروا في مديح ويقولون أني أبشروا أنتم المفلحون هذا جزء فيه يعني تسكية للمهاجرين أنهن هاجروا وقلهم بشارة الجزء الثاني والذين آووهم ونصروهم واجهدوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلموا نفسهم ما أخفي لهم من قرة عيون الجزء الثاني هذا أعب أحكي أعب أحكي عن الأنصار هذول كمال إلا وعد ولكن شوف الوعد فيه مديح شديد شديد أولئك لا تعلموا نفسهم ما أخفي لهم من قرة عيون فإذا رحنا نشوف مين رأي القصة اسم الشخص مثلا ابن مخلد الأنصاري هو من الأنصار من الأنصار احتمال أنا احتمال هو هذا الشخص بيقول أني أني فيعن هاي الآية ولكن لاحظين هو عب بيمتح الأنصار بشده هو أنصاري رأيها فهل يترى هو اجتهد واضف الشق الثاني من الآية يعني الراجل ده هو الراوي الأنصاري ده هو اللي رأي القصة دي أني دي آية في القرآن هو القرآن هو نفس اللي أصال حكا عمار ولكن هذا حكا بتوسع المفارق أني متوسع في مديح الأنصار أني وعدهم بشيء لا تعلم نفس ما أخفي لها مقرة عيون هذا بيخليني أسأل فقط سؤال أني هل يترى أخذ هذا النص الذي سقط من القرآن لرقم خمسة واضف له حيثية تمدح الأنصار لأنه هو أنصاري هذا فقط السؤال يعني الغريب أني عمر ما ذكر النص في شكل كامل يعني عمر ذكره بأقل عمر بن الخطاب عمر بنص قبله خمسة ذكره بأقل بحاجة ما أقل النص أقل شوية جيل الأنصاري وصع فيه ففيه احتمالين أما كان الأنصار يعني بيحكي عن النص الأصلي واحتمال أنا أذكر فيه عمر أني النص الكامل هيك شكله وعمر تغاضى يعني وبنعم في لأنه كمان قراشيفة كمان تغاضوا عن هذه الجزئية شطبوا عن الأنصار وأما هو أضاف ولكن المهم أني هذا النص كمان بالمصادر الإسلامية أني هذا مما أسقطه في القرآن ولكن التعارض أنا برأيي بيدل على موقف سياسي إما من عمر وأما لأن عمر من المهاجرين مهاجرين بقى حاب يركز فقط على المهاجرين هون لا حاب يأكد يأكد على الأنصار وركز على أهميتهم يعني كل واحد برضو برغبته كان ممكن يضيف حاجة ويزود حاجة عشان يدي له شرف أكتر صح لأي ساتسي هاي نحنا حكناها لما قلنا أني أني أبو موسى الأشعري قال أني نحن عنا صورة شباب بأحد المسبحات وأنه نسية وما بتذكر منا غير هالآية يا أيها نحن معنا الآية ولكن هون رح نقول الآية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادتهم في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة نحن المرة الماضية ذكرنا الآية لتأكيد على أني في صورة ضاعت هون عم نذكر الآية لتأكيد على نص موجود المسلمين بيعرفوه هل هو السؤال أني أبو موسى الأشعري نسي كل الصورة والناس كلها نسيت الصورة اللي عم بيحكي عنها الصورة المجولة أني ليش ما إجا آخرين كمان ساعدوها تتذكر وصبتوها في القرآن وصبتوها في القرآن أخي مالك الآية اللي أنت قلتها دي جاية على ويدني قبل كده لماذا تقولون ما لا تفعلون مش كده بس لعظة فتكتب شهادتهم في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة آيوة يبقى كده الآية دي كان موجودة فعلا الجزء الأولاني بالزبط كده موجودة في القرآن وبعدين يزيد عليها الجزئية دي فممكن تكون آية تانية بنفس الصيغة دي ممكن واحتمال يكون وهو الحقيقة كان مناسب كان إدراجة يعني في مكان قريب ولكن يبدو اللجنة شافت أني ما عندهم غير هالآية من الصورة ومن الصورة كلها يبقى الصورة كلها راحت وما في شلق الآية الصورة كان مفترض يحاولوا يدونوها ولكن للأسف هنا نتركوها فبقيت في المصادر مثل الدور الماثور أني موجودة إحنا عنا نص موجود أسخطة من القرآن أنا نص كمان آية سابعة موجودة هذكرنا فقط مرجع نول دي جيل لأنه فيه كتير كتير مصادر هو أوردة وحبينا القارئ يشوف نصوصه وحيثياته أكتر من عنده وللأمان حتى ما نأخذ هو اللي كتبه ما نكتب مصادره العربية وما نكون نحن يعني نحن رجعنا لمصادر العربية من خلال نول دي جيل فما حبينا يعني ندعي نحن اللي اكتشفناها لا نحيل الريادة له هو اللي أعرفنا على هالنص أول واحد فتركنا النص من عنده بلغوا عنا قومنا أننا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه هذا النص بيحكي عن الناس يقال أني من المسلمين قتلوا وأني يجد رسالة بيقولوا بلغوا عنا قومنا أننا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنا ورضينا عنه عفوا فهذا النص رواية بتقول أني في ناس في سنة الأربع هجرية في منطقة بإرمعونة كان في معركة صغيرة قتلوا فيها مسلمين وإجت الآية بتقول بلغوا عنا قومنا أننا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه وفي رواية تقول لها أن هذه الآية بتحكي عن المسلمين اللي قتلوا في معركة أحد قالوا هالناس وإجا في القرآن طيب إزاي أنا مش فاهمة تاني تاني قولي الآية كده تاني ده ناس تأتلوا قريدي؟ نعم في ناس قتلوا ويبدوا طلب من الوحي أو من الملائكة بلغوا عنا قاومنا أننا قد لقينا ربنا فمحمد يعني جاء له الوحي بالآيات دي؟ آية بتقول أني هذول الناس اللي قتلوا الله رضى عنهم وهم رضوا عنه طبعا خلاف أني فقط خلاف المصادر أني وين المعركة؟ في معركة برمعونة أربع هجرية؟ بالضبط هي الاختلاف في المعركة؟ السؤال اللي هذه القصة موجودة عن البخاري موجودة عن المساعد وعن الطبري السؤال اللي بيقولوا أني هاي الآية كانت في القرآن ونسخت أو طيب أو رفعت السؤال اللي عادة ينسخ آيات الأحكام أيوة شي حكم بينصح حكم بالضبط بس هذا خبر يعني معلومات صح صح فما ما نعرف ليش يعني اسمها ليش تم آيات الأحكام يعني مثلا حكم شارب القمر فردت بعدين جات نسخت بحكم تاني لكن آية جاية ده موقف حصل في ليه تتنسخ ده خبر بالضبط فما في أي حيثيات الأغلب أن هاي النص لم يدوم في القرآن فمحاول التبرير قالوا أني قدروا فيها مممم نص كمان آيات تامنة في كم نص فضل كم نص هذا الآية الأخيرة الآية الأخيرة لأنني أنا هقولك ليه في آخرة الحلقات هتاخد يعني مش هتشرح هنحط آية آية هتقول آية آية للتسكير فالآية الأخيرة هي كما راويت عائشة أنه كان في القرآن عشر رضاعة معلومات يحرمنا أن الآية نسخت ولكن لما نسخت كانت تقرأ مع ذلك يعني هي الناسخ والمسوخ أحيانا المسوخ يبقى موجود في القرآن أن هذه الآية عشر رضاعة معلومات نسخت من القرآن بخمسة ولكن كانت مع ذلك كانت مما يقرأ حتى وفاة محمد يعني ما نسخت حرفها وبقية حكمها هاي موجودة بمصدر وفيه صياغ تاني عن نول دي جين كمان جديدة بمطالعته فإذا الآية هنا بتقول أني نسخت نسخت حكمها لكن بقي لفظها السؤال أني ليش لم تكتب اسوأت بكثير أشياء ما نسوخها بالظبط يعني لما آية الحكمة تتحى زي ما هو ليه أصلا تتشيل فتاة نعطيكي وهنا شوفي أعطيك أحد الشروحات التفسيرية البعض قالوا شوفي هذا الرأي اللي موجود في كتاب الإتقان موجودة عن الزاركاشي أني لما هاي الآية منسوخة ورفعت على أساس حتى قالوا أني شطبت ولكن فيك ناس تقرأها قبل وفاة محمد وما كان لهم خبر أن الآية نسوخة رفعات فتمها بقرغة فإذا كان كلام صحيح الآية رفعات والناس لم يكن لخبر وتمت بتقرأها السؤال ما أنتش أدفي عن آيات ممكن تكون رفعات وتمت ناس بتقرأها وسجلت في حال الصح الخبر يعني أني كانت الآية نسوخة قبل وفاة ولم يصل نبأ ذلك لجميع المسلمين فبقي بعضهم يقرأوا بها وهذا كلام موجود في الإتقان والزاركاشي وكمان اسمها بتال فهذا بيخلينا نتسأل إذا نحن في مجتمع صغير مدينة كثير صغيرة وعدد مسلمين محدود في الجزيرة العربية لسا وإذا كان فيه قرآن قراء ونسخ ورفع من القرآن ونسخ السعب تورها فيه طيب معناتها إذا مو المسألة اللي بدأ الشهادين لتدوير نص قرآني أنا لو كان فيه نص وفاهم القرآن وجبت شهاد رح يسجل بالزبط كده فهذا بيخلينا نطرح السؤال كم عدد النصوص اللي كانت مرفوعة بسبب الشهادين تدوين تحطت تحطت هذا آخر نص من سلسلة الآيات اللي موجودة ده مفاجآت دي أو نسميها مفرقعات طيب أخي مالك طبعا الناس اللي سمعونا دلوقتي أكيد أكيد ملحقوش من كتر المعلومات فإحنا عايزين ناخد آية آية بس آية آية باختصار جدا آية الفلانية آية الثانية الآية الثالثة وهكذا اللي ضاعوا من القرآن طب هي ممكن نحن نستعرض فقط بسرعة آية بسرعة لو سمعت فقط على الباوربوينت للمشاهد كل آية رح نتركها لمدة ثواني يعني عرب خمس ثواني كده آية الآية الثانية آية 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 الوادين قلنا نيلا تسع روايات رجعنا قلنا هاي الآية الموجودة في مصحف عائشة آية آية رابعة ما لا سياق بس ولكن كامل آيات التي أسقطت من القرآن آية خامسة رواها عمر أبو الخطاب بيكرر شخص من الأنصار روايته ولكن بتوسع الآية السادسة اللي موجودة في الصورة المجهولة الضائعة الآية السابعة اللي بيقولوا فيها مسلمين قتلوا وطلبوا تبليغ لقومنا أن الله رضي عننا الآية الأخيرة هي اللي وقفنا عندها آية العشرة ضعط المعلومات اللي نسخت ولكن بقية اللي أودتها والبعض بيقولوا أني الناس ما بتعرف كذا بتقرأها مشكلة أنا عايز أقول لإخواتنا المسلمين أنه أنه زي ما بيقولوا الموضوع فعلا خطير والموضوع في حياتك الأبدية اكتشفنا في الحلقات اللي فاتت أنه فيه آيات ضيعة صور ضيعة حرق عثمان وعد من القرآن دي حياتك الأبدية أخي المسلم أخت المسلمة ده جرس إنذار أنتوا بتقولوا أن هذا الكتاب هو الذي لم يتم تحريفه أبدا أنا بقول أن الكتاب المقدس لم يحرف لأن المسيح وعد وعندنا كثير من المخطوطات فرجاء انتظرونا الحلقة القادمة شكرا جزيل شكرا جزيل